السلام عليكم أخباركم إيه عاملين إيه ملورين دايماً هنا معي لازلنا في الزمالك ولازلنا مع الزمالك وسنستمر مع الزمالك فمن لا يرغب في الاستمرار مع الزمالك؟ الزمالك محبوب عند جماهيه وعند عشاقه وهو يستحق نادي الأكيد أنه كبير الأكيد أنه عريق الأكيد أنه صاحب بطولات الأكيد أنه يظلم ومن لا يحب أن يقف مع المظلوم نعم الزمالك يظلم يظلم بأمور متعددة ومختلفة لكن هذا لا يعني أننا نترك الزمالك نحن مع الزمالك عشان كده أنا تواصلت مع الكابتن الكبير جداً بالنسبة لي ومقاماً وسناً وتاريخاً وعاوز أقول في البداية أن فيه اتنين من لعبة كرة القدم أنا من الزمالك أحبهم حباً جمعاً حباً شديداً الأولاني الكابتن أحمد رمزي والتاني الكابتن مين حازم إمام أحب هذين الأسنين كثيراً ويعني ما زعلش منهم أبداً ولا أزعل أبداً منهم مهما حصل المهم أنه تواصلت مع الكابتن الكبير أحمد رمزي وسألته ليه يا كابتن أحمد حضرتك مرضتش أو اعتذرت عن التواجد في لجنة كرة نادي الزمالك والفترة الأخيرة دي وبعد اللي حصل والتعديلات اللي حصلت وجرت من الوزير الشباب والرياضة والحاجات دي كلها فهو الراجل ده كان حوار بينه وبينه على الواتس فهو الراجل بعث لي رسالة وأنا هسمع حالكو دلوقتي وأنا استأذنته إن أنا أقولها فقالت فضل أقولها فأنا هنسمع مع بعض هو ليه الكابتن ليه الكابتن أحمد رمزي اعتذر عن المجيء والتواجد في الزمالك في هذه الفترة تعالوا مع بعض اسمعوا يعني عشان أنا كل موجود هيحصل كده أهم لا الموضوع طبعا ديمقراطية وكل حاجة وكل واحد يرأيه وليه وجهت نظاره ولكن حاجات كتير حاجات كتير أوي 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 لازم تحزن ولن أتنازل عنه كزمالكاوي كزمالكاوي لن أتنازل عنه كل من هو ضد الزمالك لازم يتم إيقاف التعامل معاه من هو بقى لا يعنيني مسك إيه لا يعنيني إعلامي لا يعنيني مش إعلامي لا يعنيني خناه لا تعنيني فدي أول حاجة كنت مياجي لازم هعملها في الوقت الحالي مش عايزيني يجذب على بعض ده مش هيحصل فإذا أنا ما ينفعش أكون موجود ما ينفعش ما ينفعش فهي القصة كده يقص الشهاده وربنا كريم ربنا كريم بإذن الله تعالى ربنا كريم بإذن الله تعالى ده اللي قاله الكابتن أحمد رمزي عن ليه مجاش وانضم للزمالك في الفترة دي الرجل واضح ما ينفعش أتعامل مع إعلاميين مع قنوات كانت ضد الزمالك لازم بأواخد موقف منهم وهو قال في الفترة دي الأمر ده صعب فأنا مقدرش أكون متواجد وهو أضاف إنه يعني الإنسان لازم يتقن العمل وإنه ما يبقى عنده قدرة على إنه ينفذ اللي يؤمن بيه فبالتالي مش هضربه موجود وأنا مقدرش أعمل ده آدي الموضوع الخاص بليه الكابتن أحمد رمزي اعتذر عن التواجد في الزمالك الفترة دي آدي الجزء الأولين اللي كنتكلم فيه نيجي بقى للجزء أو الأجزاء اللي بعد كده طبعا مباراة تلاقي الجيش مبارح كانت مباراة بعيدا عن أنا كنت غضبان مبارح بعد المباراة وكنت أبدو كلمنفاعل يعني بعكس كنت منفاعل وغضبان جدا واتكلمت بقوة لكن ما اتكلمتش عن حاجة مهمة إنه للأسف هناك مكاسب من هذه الخسارة وأنا بقول للأسف أن هناك مكاسب طبعا أنا كنت أحب إن الزمالك يفوس ويصعد لكن فيه مكاسب من هزيمة الزمالك أمام الطلاح طب هو أصلا يا شايد ينفع مكاسب في هزيمة؟ ده انكسار مش إنك كنت أتقول كده معلك إنك منكسر لا 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 مش انكسار لنا منكسر ولا الزمالك منكسر ولا لعبت الزمالك صحيح الزمالك مكتائبة وألانة وده أمر يحق لهم تماما ومحدش يزعل منهم وأنا مزعلان غير من عبدالله جمعة وأوباما طيب إيه المكاسب؟ المكاسب إن أنت محتاج الراحة اللي خدتها التلات أيام أو أربعة أيام دول مهمين جدا إن أنت ترتاح في الظروف كانت صعبة جدا خسارة مباراة هي الحلم مباراة اللعيبة كانت بتتعامل معها باعتبرها يعني مش آخر أمل لكن باعتبرها حلم جميل كاد أن يتحقق ومين اللي حلمه ويبقى قريب بينه ويضيع وما يزعلش وبيكتئبش تاني يوم الناس اللي يعرفوهم بأنهم ست سنين في النادي حصل معاهم إنهم رحلوا أيا كان أسباب الرحيل ده يؤثر نعم يؤثر ومحتاج إن أنت تاخد نفس التلات أيام أجازة دول نفس كويس طب وإيه المشكلة؟ هل دي من ضمن المكاسب؟ آه النفس إنك تاخد نفس إن أنت النفس بتاعك ده هتعرف تركز وتهدى وتفكر كويس كلاعب وترجع وإنت عارف إنت أصادك إيه؟ عارف أصادك دوري وعارف إن أصادك كمان بطولة إفريقيا يعني إيه يا شادي؟ الزمالك هلعب أولى المباريات في الدوري الجديد اللي منهم لله في اللجنة الخماسية اللي ورطه مصر وكلها في هذا الموسم المنصرف والقادم المهم هتلعب يوم حضاشر ديسمبر يعني بعد عشر تيام هتلعب أولى مباريات الدوري الجديد خلاص ومش هتلاحق كل تلات مباريات أسف كل تلات تيام مباراة وبعدين هتلاعب البيرامينس وبعدين مش فاكر فريق اللي بعد بيرس وبعدين الأهلي هتقابل في الدور الرابع الأسبوع الرابع ومشاط متتالية سريعة متتالية سريعة فمحتاج دخل تفس فمن جزء لو انت كنت صعدت النفس بكانش هيبقى طويل خصوصا لو لا قدر الله زمان ان كان خسر النهائي سواء كان بقى الأهلي أو الاتحاد خسر النهائي وخلاص بكانش هيبقى الأمور والأجواء اللطيفة طب هو الأجواء دواتي حلوة؟ لا لكن دايما انظر للنص الكوب الملئان هو ده ان الناس هتاخدوا راحة مهم جدا ان كانوا ياخدوا راحة دي رغم انها 72 ساعة مش حاجة كبيرة لو انت بتسأل نقولك لا نفسي كمان يدوم رابح ياخدوا أربعة أيام عشان انت عارف ما يبقى مثلا في الدم كده فيه تعب عاوز يروح وعاوز ريلاكس واتمنى من اللعيبة انهم يختفوا تماما ويروحوا في أجازات كده يستجموا رغم الدين ساعة يزوروا أسوان يروحوا شرم يروحوا ياخدوا استجمام عشان يرجعوا بعد ثلاثة أيام فيه جزء من الأمل عندهم وجزء من أهمية الموسم اللي جاي وده مهم انتوا كلعيبة قوام أساسي مميز قوام أساسي رائع قوام أساسي ياخد بطولات مش بطولة وصدقوا بطولة أفريقيا هتبدأ وصدقوا الدور المصري ده مهم جدا ان انتوا تحققوا ليكم ليكم للعيبة يحققوا لأنفسهم قبل حتى ما يحققوا لنادي الزمالك دخول التاريخ ده مش سهل ومش حاجة بسيطة وبتدخل وبتتعمل شي بين اليوم والتاني وبتاخد وقتها انتوا دخلتوا تاريخ بان انتوا قدوا تاخدوا بطولة السوبر الأفريقي وتاخدوا السوبر المصري وتوصلوا النهائي لكن المهم ان الموسم ده انتوا تتمسكوا انتوا تطمئنوا المعلومات اللي عندي من جوه النادي ان الامور هتكون في اقصر يعني محاولات شتى لتأكيد الاستقرار وده امر هيكون موجود الفترة اللي جايه اتمنى ان بعد عودة اللعيبة الامور كلها تكون استقرت والامور كون هادئت والالتهاب بتاع الجرح جرح خسارة افريقيا وجرح خسارة كاسمس يكون التأم او جزء كبير منه التأم وبعد كده مع التدريبات اليومية لحين اول مباراة مهمة اقصاد نادي مهمة زي المقاولين واخد عامل نتاج مكويسة ويقترب من دول الاتنواتين في الكنفدرالية وبعدها هتقابل بيرامدز وده مقفريق برضو وقصة وموال وحكاية ورواية زي بيقولوا لازم تستعد انا قلت ان الاربع اسابيع الاولانية لو الزمانك قدر يفوز بيهم جميعاً بما فيهم مطش الاهلي في الاسبوع الرابع فالزمانك يقترب من الاسبوع الرابع للدوري طب ازاي عامل شادي شوف يا اخي العزيز ويا استاذي الاعز الاستاذة مازم مرزوق في الليحة الجديدة بيقول لو انقضى نصف الموسم انقضى نصف الموسم وجاء توقف الدوري بسبب كورونا فسيتم الغاء الدوري واعتماد الترتيب اللي موجود في اخر لحظة يجب ان يعلم جمهور ولعيبة الزمالك ان انت بعد سبعتاشر اسبوع يعني ممكن بعد شهرين سبعتاشر اسبوع كروي يعني تقدر تبقى بطل الدوري لو حصل ان كورونا اوقفت الدوري فمعنى ده ان انت هزيب عندك حافز قوي جداً 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 ان انت هتاخد بوشو دفعة قوية في الاسابيع الاولى في الدوري وتاخد القطر ولا تبقى فيه مقدمة القطار قطار الدوري وتبقى فيه اول الدوري وتبقى اول الدوري من اللحظة الاولى اهدافاً واداءاً ازاي بان انتوا تهدوا اعصابكم ازاي بان انتوا تاخدوا خسارة النهائي ومنسمى خسارة النهائي تاخدوها باعتبار ان هناك ما كيس فيها ان انتوا ترتاحوا ترتاحه في نفس الوقت جمهور الزمالك الآن وهذا حقه وليه الآن الآن لأنه شايف أنه هناك قائمة اضطرارية وقع فيها نهاية الزمالك أيا كان الأسباب أنا لن أقول إيه السبب أنا ما عنديش علم حقيقي وواضح عن هذه الأسباب لكن الزمالك تقريبا أيد مجموعته كاملة لأنه برضو فيه حقوق مش عاوزها تضيع وعنده قدرة أن يحصل استبدال وقصة والحاجات دي وعنده أنه بعد شهر ونص يقدر يعمل تغييرات أخرى في الدق فيه يبيع ويستغني على الناس ففيه قائمة اضطرارية تدخل بها الزمالك هذا الموسم الإدارة مما جات الجديدة جات يوم تسعة وعشرين قبل يوم واحد أن لم يكن بقى في يوم تلاتين اليوم الأخير للقائمة وبالتالي كانوا مهتمين أنهم يوفروا الأموال ويوفروا الاتفاق على أنهم يقيدوا اللعيبة وبعدين يبدوا يبصوا لأمور أخرى وقد كان قائمة اضطرارية لكن مش معنى أنها قائمة اضطرارية لأنها قائمة وحشة طيب إزاي شوف يا عم عندك سبب محمد صبحي اللي عاوز يمشي وهو حق له اللي عاوز يعار يعني ويروح يلعب يقول مش حدش يلعب أو ميحدش هيشارك في الأولمبياد إلا لو شارك في الدولة فده معناه أن تقريبة من نسبة تسعة و تصعيف المائة ما فيش مصطفى شبير المهم بعيدا عن محمد صبحي عندك أبو جبل وعندك عواد وعندك جنش هذه ثلاثة مهمين جدا جدا وعندك عبدالله جمح ومحمد عبد الشافي وابو الفتوح وعندك ناحية اليمين حازم وإحمد عيد والمسلوسي وعندك محمد عبد السلام وعندك محمد عبد الغني وعندك محمود الوينش وعندك محمود علاء وعندك محمود عب عزيز وعندك محمد حسن وعندك روأ وعندك ساسي وعندك طارق وعندك مصطفى فتحي وعندك أحمد سيد زيزو وعندك شرقي وعندك أنهجم وعندك مصطفى محمد وعندك كريم بمبو وعندك أسماء كتير متماسكة بعض الناس ما كانتش بتلعب عندهم مشاكلهم ممكن يبقوا حسين إنه قدامهم فرصة فيقدروا يرجعوا الله أعلم لكن قوامك الرئيسي موجود هي لازل قائمة اضطرارية هي أنت بتبحث دلوقتي عن لو في تعديلات هتبقى تعديلات عشان تضيف للقوام الأساسي احتياطي أو أساسيين أي أن كان بقى يقدروا يزوطوا نفسها جيدين وعلى المستوى يبقعدين في الدكة تقدر يغيروا هم ينزلوا يغيروا عندك شي كبير لا صحيح نسيت أقوله وعندك مجموعة متماسكة عشان كده ليس القائمة اضطرارية كما يقول البعض لكن القائمة الأساسية أو القوام الأساسي محافظ عليه لأن المجموعة اللي موجودة دي زي يقولوا كده على جتتهم يعني على جساسهم إنهم يفرطوا في هؤلاء في القوام الأساسي والرئيسي والقوام الأساسي على فكرة مش الحداشر لعبي اللي بيلعبوا ده الاحتياطي بتاعهم كمان يعني أبو جبل وجنش طارق وساسي ومعهم المفروض رؤى ربنا يشفي ومحمود أبعزيز وممكن يبحثوا عن ضم واحد خلال الخمس تيامي الجايين تمام وعندك أوباما هيجدده عقده وعندك ساسي برضو هيجدده عقده وكل اللي انتوا شايفينه من الأسماء الأصلية والموجودة موجودة طب هينضم إليهم حاجة أو حد طبعا انتوا أكيد سمعين موضوع أحمد الشيخ وأنه يقترب أو يكون وقع أو أن صالح جمعة في بعض الشروط بيعرضوها وبتاع كل ده مفيش حاجة رسمية طلعت من نادي الزمالي سواء بالإعلان عن المفاوضات خصوصا أنهم لعيبة فري يعني مش هبه في مشكلة تمام وأنه في اللحظة دي لو أنت بتسأل رأيي شادي هقولك أن صالح جمعة بالنسبة لي لعب جيد لكن إحنا ما شفناش عمل حاجة في آخر السنة على الأقل مثلا ما بلعبش بقاله السنة لكن ما عملش حاجة طب إنت عندك حافظ تعمل ده سؤال مهم هو اللي يجاوب عليه أنك تسيب نادي زي الأهدي وتوح نادي برضو كبير في مستوى كبر وقيمة النادي الأهدي ولا نادي الزمالك فهل أنت عندك الرغبة في أن أنت تعود وتركز وتبعد الاستهطار هل الطبع يغلب التطبع زي ما أنا بقول على موضوع الكهرباء وطبيعته هتغلب تطبعه فهل طبيعة الاستهطار والصهر اللي عند صالح ممكن تغلب التطبع اللي عاوز يعمله الخاص بأنه يلتزم ويلعب لعبة العالم كلها زي صالح معظمهم أو أغلبهم بيعملوا زي صالح بس في أوقات مش طول الوقت هل صالح كان مكتعب فبيطلع اكتئابه في أنه بيرخم على إدارة الأهلي والنادي الأهلي الله أعلم السؤال الإجابة عند صالح أحمد الشيخ عنده فرصة أنه لو جاه الزمالك بلاعب في الزمالك ولعب في الأهلي والحاجات داي لكن خليب قالكوا أحمد الشيخ كان جاي الزمالك وبرضو أسباب لا أعلمها يقينا راح الأهلي وراح الأهلي ومشي من الأهلي وراح الأهلي ورجع من الأهلي غاية ما تم الاستغناء عنه مجانا في الأهلي فهل فكرة أنهم اللعيبة اللي زيدون اللي شافوا لعبوا وخذوا بطولات في الاهلي هل يبقى عندهم الرغبة في التقلق في مكان تاني جماهيري برضو ده سؤال مهم لكن لو انت تعقدت مع الاتنين وهم عندهم الحافز انهم يرجعوا ويعملوا حاجة ممكن جدا يرجعوا ويعملوا حاجة لكن هل طبيعة احمد الشيخ او طبيعة صالح تخليهم يرجعوا اه اي لعب كورة عاوز يرجع بيكتهد في الملعب ويكتهد في التدريبات فيرجع هنا بقى صالح هيرجع زي مكان ويبقى صالح صالح ولا هيكون صالح كالعادة غير صالح ده سؤال صالح فقط هو اللي يقدر يجاوب عليه بالنسبة لأحمد الشيخ احمد الشيخ احتياطي انا ما شايفه نحطاتي كويس ممكن يبقى مفيد للزمالك خصوصا ان ابتعاد مصطفى فتحي عن المستوى ويكبر سنش كبالة وان ما فيش بديل لأحمد سيد زيزو فقاط بنتا محتاجه كريم بابو ما عملش المطلوب منه فانت ممكن تعمل تجربة لا صابت لاثنين عور يعني ده المعنى في الآخر تمام فلازم نعرف في الآخر كده لازم نعرف انه الايام القادمة العشرة ايام القادمة او ال11 روم اللي جايين هم احد اهم عشرة ايام في تاريخ ندز ملك على مر ايامه ليه يا شادي لانه الفترة دي فيه اهتزاز الفترة فيه دي فيه ادارة بتتغير وبتيجي ادارة جديدة ادارة جديدة دي مش ممكن يكونش لسه ألمت بكل الأمور ومسكت كل الأوراق داخل نادي الزمالك من ناحية الأوراق يعني الخاصة بإدارة نادي بإدارة فريق كورة معرفة التفاصيل دي لسه ناس جاية بتحاول تنقذ ناديها اللي هي بتحبه وتؤمن به سواء المستشارين البكري او المستشار هشام والمستشار محمد عطية او السلاسة الكبار كابتن ايمان يونس والكابتن اشرف والكابتن عبد حليم علي يعني هذا السوداسي يتحمل يعني في لحظة تاريخية من تاريخ نادي الزمالك الكتير لحظة مهمة يتحمل الكثير وفي كثيرين من اللي اتعاملوا معاهم يعني يعتقدوا انهم يقدروا يقوموا بالمهمة على اكمل وجه وبالتالي الحداشر يوم او العشر ايام اللي جايين دول مهمين جدا عشان لاستقرار الفرقة ويعطى حافز جديد للزمالك واللعيبة خصوصا ان هناك بداية دوري وبداية افريقيا برضو فانك انت تعمل الحافز ده مهم ان انت تطمن اللعيبة امر مهم وبالتالي الحداشر يوم دول مهمين مش بس لنادي الزمالك ولا لجمهور نادي الزمالك ولا لعيمة نادي الزمالك بل الاهم هم الحداشر يوم دول مهمين لإدارة نادي الزمالك الجديدة هتقدر تشتعيش في الموضوع ويعني تنسجم سريعا كده وتدخل منسجمة في حل المشاكل اللي وجهت فريق الكورة ولو في مشاكل اخرى يحلوها فخص النادي لدي الزمالك كانت كبير يد وطيرة وسلة وكل الالعاب تقريبا واعضاء بالمئات الالاف كل ده حمل كبير يعني نتمنى ان الناس تبقى عرفة قدرتها وتبقى تقدر تقوم بالواجب اللي عليها والحداشر يوم دول مهمين وأنا أتمنى كما يبدو لي أيضا أنهم يعرفون ماذا يفعلون وبالتالي أرجو منهم الاهتمام أكتر والتركيز أكتر وأنهم أنا عارف أن الظروف صعبة وأنهم ممكن يبقوا جاهدين من الدار على النار لكن هم إن شاء الله يكونوا قد المسئولية شكرا